الكويت دائماً تنظر للعراق بخشية، بخوف، وهذا مبرأ، على يمكن لما صار الانقلاب في 58، وسقطت الملكية، أول من زار العراق كان الشيخ عبدالله السلام، مهنئاً، ليش؟ لأنه كان في ضغط على الكويت، كانت العراق في وقتها ملكية، ونوري السعيد هو الزعيم المحبوب للبريطانيين، والكويت تحت الحماية البريطانية، والبريطانيين حاولوا يعطون تعويض عن تخلفهم عن دعم شريف حسين، فعطوهم إمارة شرق الأردن، صارت بعدين المملكة الأردنية الهاشمية، وعطوهم العراق اللي صارت المملكة العرابية، كلها هاشميين، فسووا شيء يسمونه الاتحاد الهاشمي العربي، الاتحاد الهاشمي العربي نظام شبه فدرالي، لكويت تكون هي الجزء الآخر، والله كانت هذه الفكرة تنجح، كان في خلاف من خلال الوثاق بين البريطانيين، إنه إي أو لا، وبالنهاية الرأي اللي هو معارض هو اللي صار أرجح، ثم حدث الانقلاب وجاء عبد الكريم القاسم، فالانقلاب على الملكية في العراق كان خبر جيد، أدى الروح عبدالله السالب مباشرة، لما صار الانقلاب في الثلاثة وستين على عبد الكريم قاسم، على طول، كان مجلس الأمة موجود، بدأت رسائل الترحيب، وقعت لكويت قرض، جلسة سرية، جلسة خاصة سرية، قرض حق العراق، وبناء عليه، انفتح مشروع شبط العرب مجددا، الشيخ صباح نفسه، يعني الآن، الشيخ صباح هو اللي راح وسعه وياب، اتفاقية كانت ممتازة، بس ما نفه له شيء، لذلك لما خلصنا من موضوع سقوط النظام في العراق، يمكن ما كان في أحد يقدر يروح للمستقبل إلا الشيخ صباح، لتعاملة مع العراق، الجو كان مشحون ضد العراق، ما كان يقدر يدفع بها المساعدات، أنا أقول لكم حجم المساعدات الكويتية في العراق تفوق خيالكم، مدارس ومستشفيات وكذا، وهذا يقولون لي عراقيين، مؤخرا، وبالتالي، ما في إلا هاي الطريق، ولذلك القرار الأخير، قرار المحكمة، هذا أول مرة يصدر قرار بخصوص الكويت ضد الكويت، خلينا من التفاصيل، مو وايد مهم، مو وايد مؤثر من ناحية القانون الدولي، لكن يحدث انقسام داخل العراق، أول مرة نشوف، علنا، في انقسام داخل العراق، مولكل قاعد يجرب، ترجمة نانسي قنقر،